سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا وخلقناكم أسواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا السلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الله السلام عليكم 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 ورحمة الله عبر الكنك فترة عند مواء الله لو عبر العلد لديه عبر للعوة عبر ق Bangladesh منذ رجاء كان هناك الكثير من المت Branham يجب ال gente الله سبحانه و ل accessibility معنى خلال الامور اليوم اشتركوا فيه في الظكية يوه، في الظكية أشياء إخصائتهم بأخطار مكرباء الظكية، ما يكمل نحقي الله تعالى بالوهن имل نحقي وعدنا مرحباً يزالنا دابتالي قروح شكي تدو سوابمز أسمانك شكي تدو بريللق إشميز بغن كيشة أتكايلق بريللق إشميز توقيتغان أم بريللق إشميزن آلدين يزميز بلغي لبالدغان ألوك بركيشة رسول الله سوى الله أليه السلام بغن كيشة حقا دائشنا آلدين مَن قاما ليللتالقادر إيمانة وواحتي سابان غبر الله أمتقادر منذن بيحام موشيكي دا بركيشة إبادت غام بصاق ليللتالقادر إزدى بلب مو بجيگرمي يتنشكيشة فبارق علمالانا تفسيرانا مبسيرانا موشوي يتنشكيشة ليلة القدرين بلده امام حدثانين مزمودين هناك جزيلا شُنع أم اتقلت نرغل لغان كمايت ار ايال رمز مشاوكي كلدو الله سبحانه وتقدست على ابنه هكزموز ايه قوة مادوه اين الله لا يضي واجر المحجنين ديه ايه كريم اسمه الله تعالى نه فسجب ألهم لهم ربهم اني لا اضي وعمل عامل منكم من ذكر او انسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وعودوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لو كان عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجدوا من تحت الانهار سوابا من اند الله والله وانده حسن سواب ايه الحمد لله باللغة بزنجة بلنك تحقيقنا تحقيقنا بإنه السيئاتين فررعون فرر taste من ديارهم حقًا بزنجة بلنك تحقيقنا هذا مصابر من قلنا جزموح لكن همميز سنداق بلشميزك اتباع بلوب بر نييت بر مقصد دا بر يانزة اشكساق برخل اشكساق بو تفرخصي لا شكامساق ايبادت مقبول مولد تفرخصي لك تفرخصي لك قناعين مقبولات قدشه دمه او تسعب قيود اشكاة ادم بر برسي لان قرم قرشيب درسا مشو كمايتش دا ولا اسلاح بمقامسا مشو كمايتنن دواس مستقب بمجدود يهد اسلام با من ديكين هم شنداق بس اتباع ني كوزة تطوب همي اي بس نمي اتباع شميز بس رتنمز دا شنكا شنكا بالرمزنى اتالرمزنى بلتقان خيرنطاق لرمزنى ديني عالمرمزنى اش دلم برمشاة چكف منسن ديشنن هشهنداق قاتب ايوه بس بس بلايكينشمز بر اللهه ها ايمان اتقان بر رسول الله سل الله وآل يسلهم اكتنه اكتنه اتباع بسكن بر قرآن اقوق بر قبله اقرب نماز القول على القول على قول على قول على ايها España الجنسين يتفاج باللغة ابحض المساعدة يمللت أحضر في الوقت فالصحة السبوات علينا في الطاية وأجران لَيْلَتَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا دِيْنْ بَيَسْتْ إِيْمَانِي جَكْ إِيْمَانِ اتْمِسَحْ بِيَكِلِمِزْمُ إِشَنْكَنْ حَلَدْتَ الله تبارك وتعالى نَغْرَدِسِ كَرِيمِيجَ جَكْمْ إِشَنْكَنْ حَلَدْتَ سَوَابِنِي مُشْ كَالِشِمِزِنِنْ سَوَابِنِ اللّٰه تبارك وتعالى نَغْرَدِسِ كَالِشِمِيجَنْ عَلَدْتَ مُشِنْدَحْ جَلْسَ اُنُنْ مُنْدُونَ بُرُنْكِ قُنَالِ رَمْمِسِ مَغْبَلَتْ قَالِنْكِ دِيْوَوْا دِيْوَ بُو سُورِ كَرِيمِنِكِ نَازِ بِلِشِغِمُونَ سَوَابِ بُغَنْ بِيْشِ بِيْغَمْبَرِ سَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِنْ وَقْتَدَا رَسُولُ اللّٰهُ سَوَاسْلَى مُشِنْدَحْ دِيْو اُتْجَنْ اُمَّتْ لَنِنْ إِشِدَ بِرْ عَدَمْ يُتِبْتِكَ مُنْ اَيْ قُرَانِيَ مُرْشِدٍ شَامَيْ اللّٰهُ نُنْ دُشْمِيُلَنْ عُرُشِبْتُ ديگن ديگن سَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ اللّٰهُ وَاَيْرَانِ كَلِيْشِدٍ بِيْزْ بِرْ عَدِقْ لِشَامَيْ وَاسِكَ مُنْ اَيْ دِيگنْ اَجَائِبْ إِغْرِجِبْتِكَ بِيزْ اُمَّتِنِكِ دَرِيْسِ كِدَامَهُ دَهْمِيزْدٍ ثُنْ لَا اللّٰهُ سُلْحَانَهُ وَتَقَدَّسْهُ أهلا بس المرحوم أبوه الله عزاله ايضا ماني قراني تشرحين اونا بمعنى كي ذيركي من يخش الرقم لبيز أمود مراكسي أبو اغاظت لهم كيب أصحق جميعاين كيب أصحق الى إليك فتت الحكوم على السحق رمزان دون كيبه متستمد من صحقنا وما يدفعه من صحقنا وما واجبه نقل إليك هذه الأشياءات التي يتلقى لها قرارها هذا الرجل في الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعبت عليهم غل المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه أدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينشطون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعبت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يموده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراة الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة مفقالا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 صراق 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 علم وخصل والله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تغفوها يحاسبكم بإله فيغفر لمن يشاء ويعدب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يتلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا جسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارفل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الجاترين الله أكبر سمع الله لمن حمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك نخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبر ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتولنا في من توليك اللهم تولنا في من توليك وبارك اللهم لنا فيما أعطيك وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيك فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم ربنا هبلنا من لجنك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تغسنا يوم العرض عليك اللهم لا تغسنا يوم العرض عليك اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهرنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوتيه الذي يمطيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا اللهم ألبسنا به الخلل اللهم أسكننا به الظلل اللهم ألبسنا به الخلل وأسجنا به الظلل اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نور بصائرنا بالقرآن اللهم سبّت حجتنا بالقرآن اللهم سدّت ألسنتنا بالقرآن اللهم يبّن اشتابنا بالقرآن اللهم يسر حسابنا بالقرآن اللهم ألف بين قلوبنا بالقرآن اللهم ألف بين قلوبنا بالقرآن اللهم فق الموازيننا بالقرآن اللهم ارفع درجاتنا بالقرآن اللهم ارفع درجاتنا بالقرآن اللهم إنا نسألك العلا من الجنة بالقرآن اللهم إنا نسألك العلا من الجنة بشفاعة القرآن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عزة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل النوت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إس والغنيمة من كل بر والخوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقصدنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الاقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصالنا وقواتنا أبداً ما بقيتنا واجعله الوارس منا واجعل زأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل زأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارفع مقتك وغضبك عننا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من القوم الصالحين اللهم اجعلنا من القوم المتقين اللهم اجعلنا من القوم المصلحين اللهم اجعلنا من القوم المفلحين اللهم إنك عفو كريم تحب العفة فاعفو عنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك وحبيرك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إرزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم سرعوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعين شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العف والعافية في الدنيا والآخرة اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها من دمليها وموناها اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفا فوالغنى اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف عنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتة فاقضنا إليك غير فاقنين ولا مفتونين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعذب فضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم احفظ دعاتك المخلصين اللهم احفظ العلماء من كل صوء يا رب العالمين اللهم عليك بالكفرة والملحدين والشيوعيين الغاصبين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إن هؤلاء شيوعيين الكفرة قد قتلوا علماءنا وحرقوا مصاحفنا وهدموا مساجدنا وانفهدوا أعراضنا اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوما أسفدا كيوم عاد وثموت اللهم أرنا فيهم يوما أسفدا كيوم عاد وثموت اللهم أنزل عليهم أمراضا واسقا من لم يرواها في أسلافهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنهم قد بغوا على العباد وقضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اللهم يا ربنا صب عليهم ربنا صدق عذاب اللهم صب عليهم يا ربنا صدق عذاب اللهم صب عليهم يا ربنا صدق عذاب اللهم صب عليهم يا ربنا صدق عذاب اللهم أهلكهم كما أهلك عاد وثموت اللهم خذهم بسنين كسنين يوسف اللهم خذهم بالقحط والوباء اللهم خذهم بالقحط والوباء اللهم سنزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم أزل عرشهم اللهم أزل دولتهم اللهم عجل هلاكهم اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا اللهم رم نساءهم كما رملوا نساءنا اللهم خرب عليهم بيوتهم يا قبيل يا عزيز اللهم اجعلهم للناس آية اللهم اجعلهم للناس آية اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في محورهم اللهم اجعل بعسهم بينهم شديد اللهم اشتد وقعتك عليهم يا قبيل يا عزيز اللهم اشتد وقعتك عليهم يا قبيل يا عزيز اللهم عليك بأكابير الصيد اللهم عليك بأكابير الصيد اللهم عليك بمجرميها اللهم عليك بأكابرها اللهم عجّل هلاكهم اللهم رحمك رحمك بالموحدين المستضعفين اللهم رحم عبادك المستضعفين في تركistان اللهم رحم عبادك المستضعفين في فلسطين اللهم ارحم عبادة المستضعفين في برما اللهم ارحم عبادة المستضعفين في كل بلاد الإسلام اللهم إنهم حفات فاحملهم اللهم إنهم عرات فاكسهم اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم فقراء فأغنهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم أعطيهم ولا تحرمهم اللهم زدهم ولا تنقصهم اللهم أكرمهم ولا تهنهم اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين اللهم احفظهم بالإسلام قائمين احفظهم بالإسلام قاعدين احفظهم بالإسلام راقدين اللهم رُدنا إلى الإسلام ردًا جميلًا اللهم رُدنا إلى الإسلام ردًا جميلًا اللهم رُدنا إلى الإسلام ردًا جميلًا اللهم اجعلنا أهلاً لنصرتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا أهلاً لنصرتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا ما قدرناك حق قدرك وما عبدناك حق عبادتك وما عظمناك حق عظمتك اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحفهم 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 اللهم من نراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في محره وجعل تدبيره في تدميره اللهم من نراد الإسلام والمسلمين بخير فوافقه إلى كل خير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا رضيت بك يا ربنا دينا رضيت بك يا ربنا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنك عفو كريم تحب العفى فاعف عنا اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلنا فيها من المقبولين اللهم اجعلنا فيها من عتقائك من النار ومن الفائزين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم لا تقضي رمضان إلا وقد رحمتنا اللهم لا تقضي رمضان إلا وقد غفرت لنا اللهم لا تقضي رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محرما اللهم أيد دولة تركيا اللهم إنها قد أصبحت نأبا للمسلمين والمهاجرين اللهم أيدها بتأييد من عندك اللهم اهد شبابها اللهم اهد شعبها اللهم صب على أرضها من بركاتك صبا اللهم صب على شعبها من بركاتك صبا اللهم صب عليها من بركاتك صبا اللهم اجعلها ظفرا للإسلام والمسلمين اللهم اجعلها قيادة للأمة الإسلامية اللهم اخرج من بين هذه الأمة رجل يقود الأمة اللهم أخرج من بين هذه الأمة رجلا يقود الأمة اللهم إننا قد رفعنا أكفت تدرعي إليه اللهم إن هؤلاء اليتاما وهؤلاء المساكين وهؤلاء المشايخ قد رفعنا أكفت تدرعي إليه اللهم لا تردنا خائبين اللهم أنخنا مطايانا ببابك اللهم لا تردنا من جنابك اللهم لا تردنا من جنابك اللهم أنخنا مطايانا ببابك اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا إله لنا سواك فنرجوه اللهم هذه حالنا لا يخفى عليه وضعفنا ظاهر بين يديه من يصلح أحوالنا إلا أن من ينصرنا إلا أن من يقوينا إلا أنت اللهم ارحم ضعفنا واجمر كسرنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوارنا ولخالاتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولصاحب الفضل علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إن هذه الختمة المباركة اللهم اغفر لمن قرأها اللهم اغفر لمن سمعها اللهم اغفر لمن حضرها اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجبعين بفضل هذه الختمة اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين بفضل هذه الختبة اللهم اجعلنا ممن يطلون اجتابك حق تلاوته ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابه ويعملون بمحتمه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لناك ما وعدتنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفر فاعفو عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفر فاعفو عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياب وألزنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا تجعلنا من أول تسعر به من نار اللهم لا تجعلنا أول من تسعر به من نار اللهم ارضقنا الإخلاص في القول والعمل والسداد في الفكر اللهم ارضقنا الإخلاص في القول والعمل والسداد في الفكر اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأي الأعلى إلى يوم الدين وصل على محمد في كل وقت وحين اللهم حين على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمِدنا على مِلَّته وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِه وَأُورِدْنَا حَوْضَه وَاسْدِنَا مِنْ يَدِهِ الشَّرِيفَةِ شَرْبَةَ مَا إِنْ لَا نَغْمَوْ بَعْدَهَا أَبَدًا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ وَلَا سَابِقَةَ عِقَابٍ وَلَا عِتَابٍ اللهم كما آمَنَّا بِهِ وَلَمْ نَرَهِ فَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُدْخِلَنَا مُدْخِلَةَ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجنعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وحمد الشاكرين والسلام على المعبوث رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة القرن دشلا السلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 هذه المقرات هي المسلم الله من المؤسسة فضلك لك أن هناك مقرات في المقرات التي تقوم بها وعلى السلما المحتى هناك عربكو يعلم الله هذا هو المقرات المساعدة بأن المنزل المدينة حقانيت يملك في التعامل وعلى المتخلات التي تقوم بها حتى أخبرت 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 المساعدة في المنزل في المنزل أخبرت أحمد ريسوني هذا أحمد ريسوني أخبرت يا أحب المسلمين تركيا تجربة الأحب الأخرى ترجمة أحمد ريسوني 大的 القايا التي ترجمة السكرة السكتورية المساعدات ويقفتهم في الوصف ويقفتهم في الوصف ويقفتهم في الوصف لذلك كما بشأن في مشاوة تركيا لذلك هذا الوصف إله أمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهيك وليعظيمي سلطانك يا ربنا لا نحسي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك الله أصلا على سيدينا محمد وعلى آليه وصحبه أجمعين يا الله 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 ترجمة على نهاية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة